ولمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من واشنطن سعادة السيد عمار البناء عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالمجلس أهلا بك سعادة العضو في نشرة الثامنة لو تحدثنا عن أهم الموضوعات التي تم طرحها وتبادلها بين الجانبين البحريني والأميركي خلال اللقاء في العاصمة واشنطن هذا اليوم خلال اجتماعنا في مركز ويدرو ويلسون وهو المعني لإيجاد حلقات الوصل بين عالم الأفكار وعالم السياسة تشجيع البحث والدراسة والمناقشة في الشؤون المحلية والدولية أكدت معالي رئيسة مجلس النواب فوزية عبدالله زينة لخلال هذا الاجتماع لما وصلت إليه المرأة البحرينية وما قدمت من مبادرات تركت أثرها في تعزيز حضور المرأة في المجتمع وجعلها نموذجا يحتذبه ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى العالم العربي والعالمي حيث أكد المسؤولون والباحثون في مركز ويدرو ويلسون خلال النقاش بأن ما وصلت إليه المرأة البحرينية في مجال تمكين المرأة جدير بالدراسة والبحث لما يمثلهم مصدر إلهام للمرأة بشكل العام في العالم